لسه مش عارفين نراضي صندوق النقد الدولي وبنعمل مباحسات هم موجودين في مصر اليومين دول تقريبا جايين عشان المراجعة التانية اللي هيعملوها قبل صرف شريحة قرد صندوق النقد الدولي ولسه ما استلمناه شد تانية ها وبدأنا نفكر في قروض جديدة وده اللي قالت عليه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قالت ان هي عملت اجتماع اجتماع كبير مع بعثة صندوق النقد الدولي عشان احنا عايزين قرد قرد صغنن كده حاجة على مقسم يعني مليار ومئتين مليون على قد الوزارة يعني وكده كده الصندوق بيدعم المجال ده مجال التعاون المستقبلي في دعم السياسات البيئية والمناخية عشان كده احنا بنتفاوض معهم دلوقتي في مليار ومئتين مليون دولار يا دكتورة ياسمين ده احنا لسه واغدين تمانية لسه واغدين تمانية ما اخدناش الا جزء ولسه مش عارفين الباقي هيمشي ازاي اصل ده رايح للبيئة ده قصة تانية يعني يا دكتورة ياسمين حضرتك اللي هتبقي مديونة هتمضي مثلا باسمك ان انت اللي هتسدد القرد ولا احنا مين اللي هيسدد الدكتورة ياسمين ولا احنا يا مصريين لا احنا يا مصريين اللي هنسدد احنا اللي هنسدد من زيادة في الضرائب احنا اللي هنسدد من زيادة في اسعار السلع والخدمات اللي بتقدم احنا اللي هنزود في زيادة اسعار الوقود والقهربة والغاز والمية والى اخره احنا اللي بنسدد وكل ما الحكومة زودت علينا وكل ما الحكومة رفعت الدعم علينا كل ما الصندوق كان مبسوط والله برافو عجبني استمر الصندوق كل السياسات اللي بيحطها وكل الإصلاحات من وجهة نظرهم اللي بيقولوا انه هم بيحطوها مش عشان البلد يبقى حالها أفضل قدم عشان فلوسهم ترجع لهم الطبقة مش متوسطت ايه الشريحة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا في مصر الش صندوق مش شايفة صندوق النقد مش شايفة بدليل ارفع الدعم الغي الدعم اعمل تخارج اعمل واعمل واعمل والحاجة الوحيدة اللي اتفق معاه فيها هو التخارج لان الحكومة توحشت توحشت وتوغلت اكتر من اللازم او بعض المؤسسات والجهات في الدولة توحشت فيه وبقت منافس قوي حتى لسوئين التكاسي كمان يعني من ناحية تانية وإحنا بنفاوض مع صندوق النقد دلوقتي او اليوم على قرض جديد امتوا مليار ومتين مليون دولار ووضفهم للتمانية يعني 24 بس 2024 9 مليار ومتين زائد خدمات الدين طبعا والفوائد وإلى آخر في الوقت اللي احنا عملين بنقترض من صندوق النقد الدولي وعملين ندور في أي حجج نجيبها له ازاي عشان ناخد منه المزيد كان فيه هحكيلكو حدوتة نرجع لزمان شوية كان يا مكان في سنة 2014 كانت الحكومة المصرية والنظام المصري مسكن لنا فزاعة اسمها سوريا والعراق وكانوا كل ما يكلمونا يقولوا لنا مش احسن ما تبقوا زي سوريا والعراق مش بدل ما تبقوا زي سوريا والعراق مش تشوفوا سوريا والعراق فالنهاردة كلام ده في 2014 النهاردة وإحنا 2014 أو 2015 2014 2015 النهاردة وبعد عشر سنين أو تسع سنين بالزبط بعد أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق العراق خرج النهاردة مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح واعلن ان كل القروض اللي العراق اخدتها من صندوق النقد الدولي من 2003 وحتى 2021 حصلت على 8 مليار دولار تم تسددها بالكامل العراق دي ينهى عند صندوق النقد الدولي صفر صفر وقال لك كمان قال لك ان احنا لما اخدنا القروض دي عشان الوضع الاقتصادي كان عامل ازاي وكانت القروض كانت عشان استقرار الاقتصاد وتنفيذ اصلاحات مالية فاحنا الحمد لله ما بين 2003 و2021 كنا حصلنا على قروض وصلت ل8 مليار الحمد لله سدناها بالكامل والعراق بتبدأ عامها 2024 وهي صفر ديون لصندوق النقد الدولي ومصر بتبدأ 2024 بطلب قروض 9 مليار 200 مليون دولار غير فوائد الدين وكده احنا احسن من العراق كده احنا احسن من العراق احنا مش عارفين نخلص قرد على بعضه قبل ما بيخلص بنكون اخدنا التاني افكركم بس اللي تكونوا بتنسوا ايام ما كانوا بيقولولنا احسن ما تبقوا زي سوريا والعراق شوفوا يا سيدنا بعد اللي احنا بنشوف العراق سوريا لبنان اليمن لابد ان احنا نقول الحمد لله رب العالمين للآت ما هي المشاكل بتاعت الدول دي عدم الاستقرار وحالة من السقوط طب مشاكلنا احنا ايه كمصريين دلوقتي ان احنا عايزين نصدر ان انا عمال بتكلم في ان الفائد المحلي من الفراخ ومن الخضروات ومن اللحوم نصدره شايف الفرق هذا الفرق يجعلني اقول حمدا لله رب العالمين نحمد ربنا ان احنا مش سوريا ولا ليبيا ولا العراق وهي المساكل تسهل الحمد فعلا بيحمد ربنا ان احنا مش فوضى ولا مرشحين للفوضى ولا وصلنا للفوضى اللي موجودة في هذه الدول او لو لهذا الرجل ما شايف يكفلوا على فيه قواجها هذا الطبور لكن مثل سوريا ومسل العلاق وليبيا ستكون عاقين البلد كانت ازاي شايفين الجبل ده ده جبل وفيه هن عربية وفا كده العربية لو يقع تحت ايه اللي هيحصل لها هتتضمن مصر كده كده يا رب نبقى زي العراق ويا رب يطلع علينا المتحدث باسم مجلس الوزراء بكرة الدكتور محمد الحمصاني ويقول لنا ان احنا ديوننا لصندوق النقد الدولي بقت صفر بفضل السياسات اللي اتخذتها الحكومة وبفضل الاصلاحات الاقتصادية اللي طلبت مننا ونفذناها اتمنى 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 اسمع اخبار ان احنا سددنا وما بقاش علينا بدل ما كل يوم بناخد اخبار عن اقتراض جديد ما بين اقتراض داخلي واقتراض خارجي رئيس الوزراء طالعوا بيقول احنا بنعمل على دفع المشروعات الصناعية وازالة اي تحديات تواجهها وقال لك طبعا ان احنا ماشيين بخطة حثيسة في تعميق الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات وده تنفيذا لاجراءات اصلاح المصار الاقتصادي في عدة قطاعات وفي مقدمتها الصناعة واننا بنركز في الوقت الحالي على توطين الصناعة وزيادة الزراعة وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعزيز القطاع الخاص تعزيز القطاع الخاص بامارة اوبر مثلا بامارة شركات وطنية اللي عرضوها للبيع وبعدين ما حصلش تراجعت وقفة بيع شركات وطنية فلاقينا ان محطات البنزين الاخرى التابعة لاشخاص هي اللي بقت معروضة للبيع مش وطنية هي اللي معروضة للبيع المتحدث باسم الحكومة بيتكلم ان احنا بنستهدف الدكتور محمد الحمصاني قال ان الحكومة في الوقت الحالي بتستهدف زيادة القطاع الخاص استثمارات قطاع الخاص لخمسة وستين في المية قالك احنا عايزين الفترة اللي جاية نزود الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص لخمسة وستين في المية يعني كده معناها ان الدنيا اهي بقى قرروا ان هم يفتحوا مجال للقطاع الخاص بس هي المشكلة ان الكلام كلام بس فعل ما فيش احنا عايزين نزود استثمارات القطاع الخاص بتتقالف الاجتماعات وبتتقالف التصرحات تيجي تبص على ارض الواقع والحقيقة اللي بتتعمل قصة تانية خالص 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 لكن ده ما برضو ممنعش الاستاذ خالد ابو بكر اللي ما بيطبلش ما بيطبلش وهو طالع هنا ينتقد مش طالع يطبل لكن لما انتقد انتقد القطاع الخاص اللي بيقول انه عاوز يعمل مشاريع لكن وقت الجد مجاش الدولة فتحت الباب مجالهم قدامهم لكن هم اللي مش عايزين تعالوا مش عايز يعني اكون مبالغ واقول انه هناك يعني انه القطاع الخاص لما قاعد يتكلم ويقول فين وهتولنا وهتولنا وقت الجد مجاش بالكمية المتوقعة يعني انا اعرف رجال اعمال بعينهم كان يقولوا ايه بس الدولة تفتح مش عارف ايه عشان نشارك فيه بس الدولة تقول لنا نشاركها في المصنع الفراد بس الدولة تفتح نشاط ايه فتحت فتحت طيب برضو عشان اكون منصف وامين هل في رجل اعمال في مصر سامعني دلوقتي عنده مشروع للشراكة مع الدولة ولسه ما قدموش او قدمو وتقالو لأ ما هو الواقع حاكمنا وا جماعة تاني الاعلام مش الحكومة الاعلام يختلف عن الحكومة الاعلام مستقلة عن الحكومة نحن نرصد بواقعية لما كانت الحكومة بتعمل حاجة مش عجبانة قولنا غلط لكن دلوقتي لا انا بسأل سؤال وعلى الملأ وهم كلهم موجودين رجال اعمال على مواقع التواصل الاتماعي وعندهم شركات طلع بيانات وعندهم كل حاجة اهو احنا بنرصد احنا بنرصد وعلى الملأ والحكومة قالت عايزة نعمل مشاريع والحكومة فتح المجال للقطاع الخاص لكن القطاع الخاص هو اللي مش عايز القطاع الخاص قرر انه يعمل تخارج من الاقتصاد ليحل محله اقتصاد الدولة وكمل كلامه وقال ان الدولة كانت محقة لما قالت ان المشاريع كتيرة والمشاريع كبيرة المشكلة بس ان القطاع الخاص هو اللي مش قادر عليها فتعالوا نسمع الاستاذ خالد وهو ما بيطبلش والسؤال التاني هل كانت الدولة محقة لما قالت انه هذه المشاريع كبيرة والقطاع الخاص لا يقبل عليها فانا كنت مضطرة كدولة دخل فيها انا دلوقتي اعمل المنطق في وقت من الاوقات قتل هيصة الدولة الوحدة اللي بتشتغل في المشاريع الدولة الوحدة هي اللي بتعمل المشاريع دلوقتي انا بأكد لحضرتك من واقع مجلس الوزراء المصري معاك مستثمر عايز يجي يشتغل او يشاركني هاتوا بكرة الصبح انا بقولك الرسائل اللي بتجيلنا انا معيش يعني معرفش حد متأخر او حد مثلا واقف مستني معاد او حد جاب دراسة جدوى وتقال له لا ما تروحش او الدولة مثلا اتقفلت الشراكة انا مش شايف ده في مجتمع الاعمال اللي احنا نشتغل فيه فلا بيخلينا اسأل نفس السؤال هم كانوا محقين لما قالوا ان المشروعات الكبرى لا يبحث عنها رجال الاعمال فلذلك اضطرينا ان احنا ندخل فيها ونصرف عشان نكسب وقت ونشغل سوء العمالة ونقلل البطالة وفي نفس الوقت كان المجتمع في حاجة اليها وكانوا بينتقدوا يبدو ان الحكومة كانت محقة فيما ادلت به عن بعض المشروعات التي اختصت بها اجهزة الدولة والتي اختصت بها الوزارات والتي اختصت بها الهيئات لا يا استاذ خالد الدولة مكنتش محقة ولا حاجة الدولة بس عندها مكيالين لما بيكون المشروع رايح لاحدى مؤسسات الدولة هي اللي هتبقى مسؤولة عنه بيكون فيه تسهيلات بيكون فيه توفير للعملة الصعبة اذا محتاجاها المؤسسة او الهيئة دي في استراد اي شيء بيكون فيه تسهيلات في الدرائب وفي التسجيل وإلى آخره لكن بيبقى مع القطاع الخاص منتهى التعنت واقعى تقول لي اصل القطاع الخاص المشاريع كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الخاص مش قادر لان هتدي لك مثال صغير قد كده قد كده حضرتك عندك شركات اسمها شركات آل ساويرس اللي ثروتهم بتقدر كده ونزلة فيه اغنى اغنياء العالم التلاتة اخوات ما شاء الله موجودين في قائمة اغنياء العالم لكنهم قرروا انهم يعملوا مشاريعهم بره مصر وقال لك مين مين يقدر ينافس اقتصاد الجيش مين يقدر يقف اقتصاد القوات المسلحة فلجأوا للسعودية والبعض الدولة الدول العربية الاخرى والدول الاوروبية طبعا اللي يعملوا فيها المشاريع بتاعتهم بسبب التدييق اللي الحكومة بتعملوا عليهم فقرروا انهم يخرجوا بره والحقيقة احنا من يومين جبنا الفيديو اللي تكلم فيه الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى النحاس وقال لك ان اي كلام وقال النحاس اي كلام ان الحكومة تقول لك ان انا بدي الفرصة للقطاع الخاص ده كلام من الصحيح ابدا ابدا وغير واقعي بسبب استمرار الازمات اللي خاصة بالقطاع الخاص تعالوا نسمعوا مهمة جدا هل احنا بنتكلم بالفعل عن تشجيع القطاع الخاص المصري ومن داخل مصر ولا بنتكلم على تصريحات النهاردة القطاع الخاص المصري من داخل ايجيبت وبقول هنا فيه فرق كبير جدا ما بين المصلاحات لسبب واحد لما بديجي لتكلم النهاردة عن بعض التصريحات اللي بتطلع عن انا بحاول ان انا ادخل النهاردة لقطاع الخاص بالنسبة الثلاثين في المية وبعد كيه وصلتوا الاربعين وبعد كيه سنة جاية وصلوا الخمسين في المية مشاركة في الحكومة في الاعمال بتاعتها والانشاءات بتاعتها ده يا جماعة بيتعارض مع مؤشر بقيم مدير المشتريين واخبالك او مدير المنتجين او اي مؤشرات دولية اللي طلع من وسط دوليزا السندر وبتقول لي ان انا النهاردة بالفعل لشهر الواحد واربعين على التوالي وصلت المنتجة السبع واربعين واربع من عشر يعني انا واحد واربعين شهر في معدل منخفض او انكماش في القطاع الخاص داخل الدولة المصرية وده هيترتب عليه انخفاض ايضا في نسب العمال او البطالة فبالتالي يبقى تصراحات النهاردة اللي بتطلع عايزين يفرق التصراحات دي بتطلع من ايجيبت ولا بتطلع من مصر لان اللي بتطلع من مصر بتبقى تصراحات وردية انا بقول الكطاع الخاص في معدل نموه بالفعل في شراكة مع الحكومة من الثلاثين الاربعين للخمسين والبطالة النهاردة تقريباً الكطاع الخاص بيشارك بنسبة الواحدة 80% وعندي بالفعل الفترة اللي جاينا اتوقع ان شاء الله ازدهار الكطاع الخاص انهي قطاع الخاص هشتغل في ظل فايدة بقت النهاردة 28 وعشرين ورابع وتكلفتها الإجمالية بتوصل 31-32% انهي قطاع الخاص النهاردة هشتغل في ظل بأن سنتين بنمر بمشكلة في سعر الصرف ومواد الانتاج والقطاع الخاص اللي وقف نتيجة عدم توفر مواد الخام ومشابه ذلك من مواد استرادية انهي قطاع النهاردة خاص هشتغل وانا عندي كل يوم بقطع الكهرباء عليه ساعة و ساعتين انهي قطاع خاص عادي الدكتور واقل النحاس حد يرد عليه انهي قطاع خاص اللي هيشتغلوا وانتو بتقطاع عليه الكهرباء فرضين عليه رسوم كتيرة بتحربوه بتحربوه بشكل واضح جدا عشان انتو اللي تكبروا قدامه